إذا أسأل حضرتك عن كمان كلمة الرئيس عن الإدارة النجحة وتوجيهه لمدراء المصانع وكمان العمال إن هم لازم يكونوا ملتزمين بالتوقيت بالوقت طبعاً وبالتوقيت وبعملهم أهم شيء وإدى مثال بالقطاع الخاص بالعمال في القطاع الخاص شوف أنا هقولك نقطة مهمة جداً وعنوين وطل غرافية لن نستطيع أن ننجح ولن نستطيع أن ننافس ما لم يكن هناك إدارة نجحة إدارة واعية في حدود مقدراتك نفهم في الأقاليم والنجوع يعني إيه قرية مش مسخ كرة ويعني إيه مدينة مش مسخ مدينة يعني إيه ديت النقطة التانية أن يكون للوكلاء أو للحكماء الأقليميين أقصد بذلك المحافظين عندهم هدف لماذا لا يكون هناك جمهورية المنوفية وجمهورية الغربية وجمهورية الشر لها صناعاتها ولها دخلها ولها المسائل اللي يستطيع أن تعايد شبابها أنت بتقدع للهجرة غير الشرعية بتفتح أمال هؤلاء الشباب فدي كلها رسائل الحقيقة في غيرات الأميات أمي 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 أمي